السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل ما بدأنا في الوحدة السادسة وتكلمنا احنا فيما سبق في عن الاجهاد وقلنا الاجهاد هو قوة مؤسرة قوة مؤسرة على الجسم احنا بي احنا عندينا القوة مؤسرة على الوحدة المساحات يعني بمعنى لو احنا رمزنا مثلا بالاجهاد الاجهاد برمز اس مسلا هي قوة على مساحة وحدتها بزالة نيوتن لكل متر مربع ده الاجهاد اليوم هناخد الانفعال ان شاء الله كده وهنسكمل مع بعض الانفعال بقى هو استجابة الجسم النسبية للاجهاد المؤسرة عليه بمعنى الانفعال بشكل عام هو ايه هو التغير الحادث في الجسم عند تأثير عليه بقوة خارجية وهناك سلاسة انفعالات في انفعال طولي والتغير في الطول والتغير في الطول بالنسبة للطول الاصلي يعني ال يعني دلتا ال على ال نوت هي عarynة وطول الاصلي ودلتا ال التغير في الطول طبعا الانفعال الطولي ممكن يكون موجب اذا كان ايجهاد مؤسرة واجهاد شد او سالب اذا كان ايجهاد دقت يعني ممكن يشد الجسم يحصل له استضالة او ضغط يحصل له نقص. فيه بعد كده الانفعال القصي انفعال القص والانفعال الناتج اذا يحرص التغيض الشكل. الناتج عن اجهاد القص وفي احده استغير في شكل الجسم. وهو مقدار ظل الزاوية اي النسبة بين الازاحة الى العرض. والشكل التالي يود اجهاد القص. انا عندي قوة. تمام القوة دي انا عملت جسم كده عملت له استضالة. عن الجسم الاول كان في وضعه الاصل كده. ادي. وبعدين انا اثرت بقوتين متعاكستين. فيحصل زي ما يكون حصل شيفت كده. بهذه الحالة. ادي وضع الجديد لجسمه. اذا هناك ايه هناك زاوية. ادي الازاحة اللي حصلت. دي الازاحة دي. و ادي العرض. الزاوية دي هي عبارة عن زاوية القصة. وزل الزاوية عبارة عن مقابل على مجاور. يعني الازاحة على مين? على العرض. لان ده مسلس قائم الزاوية. ده مسلس قائم ايه? الزاوية هو. يبقى ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن ادي الزاوية هي. في او سيتا. فيه انفعال حجمي وانفعال الحجمي هو التغير في الحجم الجسمي بالنسبة للحجم الاصلي. تغير في الحجم بالنسبة للحجم الاصلي. ويقدر يكتب على هذه الصورة التغير في الحجم. ادي التغير فيه على الحجم هو. على الحجم الاصلي. حيث اللي فيه هو الحجم الاصلي. والدلتا فيه هو التغير في الحجم. ايه وحدات الانفعال? طبعا انفعال دايما احنا بنقول تغير في الطول على الطول الاصلي. تمام? تغير في الطول على الطول الاصلي. تغير في الحجم على الحجم الاصلي. تغير في الشكل على شكل اصل يبب بالتالي طول على طول ليس له وحدة يبب وحدات الانفعال ليست لها وحدة ليس له وحدة معاملات المرونة طبعا علاقة تغير الانفعال مع الاجهاد من الامور الهامة جدا في الفيزياء وبالنسبة طبعا للمهندسيزية بقلنا عشان نعرف طبيعة المواد والخواص الميكانيكية بتاتها يعني قدرتها على التحمل الشكل التالي هو علاقة بين الاجهاد الطولي والانفعال الطولي دماغة دماري نهو شوف الجزء ده ده يبقى قادي الانفعال وادي الاجهاد ليه الاجهاد يمثل على المحور الصادي والانفعال على المحور السيني احنا عندنا عند حد مؤدي النقطة دي قلنا عليها حد مرونة يعني من هذه النقطة اللي هي نقطة واحد لغاية الموضع ده اللي هو زيرو زيرو بناجد ان الجسم مرن تام المرونة بعد كده بيحدث نقطة ازعان الجسم بعد كده لو زاد عن نقطة اغام واحد بيدخل الجسم في مرحلة جديدة بقى غير مرحلة المرونة بيوصل لنقطة اسمها نقطة الازعان لو زودنا القوة بقى كده نوصل لنقطة القاطع دي دي نقطة اللا عودة يبدي علاقة بين الاجهاد والانفعال الملاحظ انه الانفعال يتناسب ترديا مع الاجهاد حتى حد معين يسمى حد المرونة حتى اذا ازيلت القوة المؤسرة حيعود جسم الى حالة الاصلية اذا تعدى الاجهاد حد المرونة اي زيادة ولو بسيطة في الاجهاد يقابلها زيادة كبيرة في الانفعال وفي هذه الحال يحتفظ الجسم بالتشوه الحادث يعني الجسم في خلاص فقد تمام فقد المرونة اذا تخطى الاجهاد نقطة الازعان فان الجسم ينفعل دون اي زيادة في الاجهاد ويستمر منفعلا الا ان يحدث القطع وده طبعا ايه حتى في الحياة العادية اما يكون انسان كده حتى في العلاقة بين البشر ده انسان يقول لك والله ده انسان مرن انسان مرن يعني انسان كده عند القدرة على التعامل مع الاحداث اي مؤسر يؤثر علي تمام اه بيقدر يحتفظ بحالته الاصلية بتاعته الحالة الطبيعية بتاعته لكن واحد مجانكة تقوله كلمة ينفعل وهو انفعل غير غير طبعا غير مبرر يقول والله ده انسان غير مرن حتى في الجسء انسان المرن انسان المرن انت ممكن تتكلم معه في الاول كلام عادي كده كلام بسيط ما ينفعلش لكن عند حد معين زي ما يقولون المسأل عندنا التخي شر الحليم ويزا غضب زي كده على الجسم زي كده الجسم مرن مرن غايت حد معين بيحدث نقطة زي زعان وباكد لو زي زي عكد يحصل قط تمام النسبة بين قلنا الاجهاد والانفعال علاقة مع بعض يعني انفعال يتناسب مع الاجهاد العلاقة بينهم تسمى معامل المرونة هي اجهاد على الانفعال اذا كان الاجهاد مؤثر هو اجهاد طولي فان الفعال انيفعال ناشق بانفعال طولي سابت المرونة في هذه الحالة بدoby tra significantly معامل المرونة الطولية او معامل ينغ او ده علاقة بين من مين معامل ينغ علاقة بين الاجهاد الطولي والانفعال الطولي والاجهاد القوة على مساحة والانفعال عبارة عن تغير في الطول بالنسبة الطول الاصلي. يعني اذا احنا سبتنا سلك من احد طرفين. وجذبه من الطرف الاخر بقوة اف عمودية على سهات مقطعه. هيزيد طوله الاصلي بمقدار دلتا ال. معامل المرونة الطولية وهو معامل ينج يرمز لهم الرمز واي كابتل. طبعا هو يعرف بالنسبة بين الاجهاد والانفعال. اجهاده مين? وانفعال. يعني اجهاد طولة على انفعال طولة يديني معامل المرونة الطولية. زي ما في معامل مرونة حجمية برضو. في معامل مرونة في الشكل. النسبة بين اجهاد القص وانفعال القص يسمى معامل مرونة القص او يسموه معامل متانة. ويكتب على هذه الصورة. ال اي ت تساوي ف على معامل القوى الممسية. على ايه? على زل الزاوية. لان زل الزاوية اللي هو تان فاي. يساوي الازاحة الحادثة على العرض. يعني تغير على الاصل. الازاحة هي التغير. والعرض هو الاصل. وقلنا ادي الشكل. وعملنا قوتين مؤسسين في تجاهين مختلفين. بيحدث تشوه. الزاوية دي عبارة عن فاي. عبارة عن تغير. اهو التغير اللي حاصلوا على الحاجة الاصلية. اهي. تمام? دي الدينة عبارة عن معامل متانة. النسبة بين الدغط والانفعال الحجمي تسمى معامل مرون حجمي. يعني النسبة بين الاجهاد الحجم وانفعال الحجمي هي معامل مرونه الحجمية ويكتب على الصورة الاتية. ده الدغط. ليه? لأن الدغط هو قوة على مساحة. ده الدغط. وبرضو وحدوته نيوتول لكل متر مربع. وبالتالي هو الدغط هو الاجهاد. فالضغط على انفعال الحجم هو عبارة عن معامل المرونة الحجمية طبعا الاشارة السلبة بتعني ان الضغط يعمل على انقاص الحجم وقلنا لو عندينا مكعب كنتينر ازي كده واثرنا عليه بقوة مختلفة قوة الضغط كده ادي قوة اف من كل جانب من جوانب المكعب بيحدث نقص في نقص في الحجم وبالتالي هنا اشارة سلبة هناخد مثال لو خدنا مثال المساء بيقول ايه في تجربة لقياس معامل يانجل الفولاز علق جسم الجسم ده علق وكان وزنه عشرة كيلو نيوتن ده وزن بسلك من الفولاز طوله اربع متر ومساحة مقطع واحد ست مربع فاذا زاد طوله بمقدار واحد من عشرة سنتيمتر يحسب الاجهاد والانفعال زي كده تجيب اقصيدة جدا ومساء بسيط جدا جسم الوزن بتاعه عشرة كيلو نيوتن يعني عشرة مثلا اه كيلو نيوتن يعني عشرة في عشرة او ستلاتة نيوتن دي قوة يبقى انا عندي القوة وعندي ايه تاني وعندي طول الاصلي اربعة متر لكن نشوف المساحة نفكر في المساحة بقى المشكلة في المساحة وفي التغير في الطول مدهاني بالسنتيمتر المربع لان هو مش هيديك مسألة بسيطة وتعود تعويض مباشر لازم انت تفكر انا اولا زي ما قلنا قبل كده في الوحدات السابقة لابد ان نستخدم نوع من الواحد من الوحدات انا قلت نيوتن يبقى لازم اخذ المتر لان نيوتن واحدة القياس القوة في النظام العالمي الوحدات اللي هو الاس اي تمام المتر برضو هو واحد القياس المسافة في النظام العالمي الوحدات يبقى لازم انا احول واحد سنتيمتر مربع الى واحد متر مربع والواحد من عشرة سنتي الى الى بالمتر او الاسترس اللي هو الاجهاد هو قوة على مساحة القوة قلنا عشرة كيلو نيوتين يعني عشرة في عشرة دلاتة نيوتين على مين على المساحة المساحة واحد سنتي متر مربع ازاي يحولها لمتر مربع الى السنتي عشان احولوا المتر اضرب في عشرة وسالب كام اتنين بس ديه كل تربيع يعني عشرة وسالب اربعة اهي يبقى واحد لوحة سنتي في عشرة القوة 밑بع تطلع تطلع بزينها عشرة نيوتين لكل متر مربع هنا في اشارة في علامة تربيع تمام حنان سبقى كده تغير في الطول على الطول الاصلي الواحد من عشرة سنتي ازاي ان نحولها لازم يحولها لمتر يبقى واحد من عشرة في عشرة سلبي تنين لان السنتي زي ما قلنا وعشرة سلبي اتنين له او عالمين على اربعة طول الاصلي يبقى اتنين في عشر اتنين و بعد اوليت Trans, هنكسب مكسوم على بعض يديني معامل المرونة ايه الحجمية او معامل ينق نكسبهم على بعض ودائما معامل ينق ده عبارة عن مقدار في ايه في عشرة يعني مقدار في عشرة ستراتداشر حداشر اتناشر يبقى نكسب الاجهاد له عشرة ستمانية على تو بونت فايف في عشرة سربة اربعة اللي هو الانفعال يديني اربعة في عشرة ستراتداشر نيوتون لكل مربع وده نفس وحدة مين نفس وحدة الاجهاد ده عندنا دائق اهو يبقى احنا قسمنا الاجهاد على الانفعال الاجهاد اللي هو عشرة ستمانية على الانفعال هو تو بوينت فايف فعش سربة اربعة يديني اربعة في عشرة ستراتداشر نيوتون لكل مربع وده وحدة الاجهاد هناخد مسال اتنين مسال اتنين ده لو خدنا مسلا مكعب مكعب دول دوله عشرة سنتي وصلنا فيه بقوة قص قدرها الف كيلو نيوتن شو اهل القوة بالنيوتن يبقى الف في عشرة سلاتة عشان تحول نيوتها هضول وسببت ازاحها قدرها كام ثلاثة من عشرة سنتي للجانب العلو بالنسبة للجانب السفل احسب قيمة معامل القص معامل القص اللي هو معامل المرونة الشكلية عبارة عن اجهاد برضو عن فعل يبقى نحسب الاجهاد الاجهاد عبارة عن الف في عشرة سلاتة هي على المكعب طوله كام طوله عشرة سنتي طوله كام عشرة سنتي احنا عندينا العشرة سنتي ده طول طيب يبقى المساحة كام عشرة اثنين تمام عشان نحولها المساحة الى تمام لا عشان نحول المساحة دي سنتي متر مربع عشان نحولها الى متر مربع نضرب في عشرة سلبة اربعة واحد من عشرة هي طبعا هنا الاسترس الاسترين اسف اللي هو عبارة عن الانفعال التغير في الطولة هي ثلاثة من عشرة بالنسبة للطول الاصلي على عشرة هي طبعا دي كلها لازم الثلاثة من عشرة الثلاثة من مية دربها في كام دي 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 سنتيمتر في عشرة سلبة اثنين على التغير اه الطول الاصلي هو عشرة في عشرة سلبة اثنين بكام يبقى ثلاثة من مية على عشرة ثلاثة من مية على عشرة عن اكسب اكيد اجهاد على انفعال يدينا ثلاثة وتلاثة ثلاثة من مية في عشرة سعشرة نيوتن لكل متر مربع ده عبارة عن وناخد المرة القادمة ان شاء الله بعض الامثلة على الاجي موضوع المرورة شكرا لكم